زينب هذا لازمه مش غرفة يقية العسل تتقول بللي العسل هو طعام اللي دي ما يفسدش ما يفسدش ايه ما عنديش فكرة مجي يقول طفل 100% يقدم لكم هذا البرنامج برعاية Viva Hypermarket بونا للمشروبات الغازية بونا دي ما حضرة كاب دفير لمعلبات التونة كاب دفير يتمنى لكم رمضان كريم مشاهدين المتابعين هنا ما كنتم شاء الله تكونوا بخير وعلى خير صحة في طوركم صحة وسريبتكم نسل كل مرحبا بكم معنا في عدد جديد او العدد العاشر من برنامج جاوب تربح مع الهضار هذا البرنامج اللي يأتيكم طيلة شهر رمضان فاضل صارت كل احد ثلاثة وجمعة بحول الله اليوم وعلى غير العادة رح يكونوا معي ثث اسئلة زوج الوليين في الثقافة الدينية والثاني او الأخير في الثقافة العامة يا درا اشكر رح يجاوب عليهم اشكر رح يدي قصة امشي رأتي عليهم ابقوا معي أم حسن عندي لك سؤال في الثقافة الدينية يقول ما اسم أخت النبي عليه صلى الله عليه وسلم بالإشارة أخته من الرضاع أخت النبي صلى الله عليه وسلم هي أخته من الرضاع يعني بنت حريمة السعدية الله أعلم كانت ذاكرة لكن لم تخلقني شيء ذاكرة زهراء زهراء إجابة خاطئة زينب والإجابة أيضا خاطئة أوفر مرة أخرى إن شاء الله عاتيكا 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 إجابة خاطئة هذا أوفر مرة أخرى إن شاء الله بارك الله وفي مشكورين على هذه مبادرة مبادرة رائعة ما شاء الله أخت النبي هذا لزمه ليش غرفة يقية نعرف أمه وأبه نعرف عمه جده عبد الله مرضيعته ولكن أخته قليل من ناس يعني اللي يعرفها ولكن هو عنده أخته بالفعل عنده أخته من الرضا من الرضا ودخلت للإسلام وأسرت في غزوة من الغزوات بس طلب وقت باش نفكر فيها ونلقاه ممكن نكون على بري بها كنت تقول يضوك نقول لك إذن ما عندكش إيجابة الإيجابة ما كاش هذا أوفر مرة إن شاء الله إن شاء الله أعطيني الاسم الكامل هي أخته من الرضا من الرضا من الرضا شايماء هذا هذا يلو شافي شافي لا اسم شايماء شايماء هذا كليكة شايماء فقط هذا واش عندي معلومة هيا الإجابة صحيحة هي شايماء بنت الحارث هي أخته من الرضا شايماء شايماء برك الله هي عامة الناس يعرف أبوه أموه عموه جدوه نعرف أولاد عمو إذا إلا القلة القليلة اللي يعرف أخته من الرضا هي شايماء بنت الحارث وأسلمت بعد ذلك وأسرت في غزوة من الغزوات إذن نربحت معنا قاسي مشيرة مهدات من فيفا مقادرة بقيمة مليون سنطيم أعطيني عيم تفضل حجي كريمة نشكركم على كل حال بالصدفة تلاقينا وورانا في رمضان ساحب طوركم بعد المغرب إن شاء الله إن شاء الله أعطينا كريمة فيفا اللي يعطاتك هذا القاسي فيفا نشكر المؤسسة هذه الفيفا نشكر هذه المؤسسة هذه لحالة الفرصة للناس عامة يعني عمي عبد العزيز هاك ذاون بشرك بالليارة كدخلت معنا تلقائي للصاحب اللي راح يجرى في ليل سبع و سيارة رمضان اليوم الأحد إن شاء الله وممكن تكون صاحب حظ وتدي عمره لشخصي إنه مفقر بالعالمية تحضر معنا إن شاء الله إن شاء الله وين المكان يوم الأحد اللي هنا إن شاء الله نعم أمام أنت أمام لديك سؤال في ثقافة الدينية وإذا جاوبت معي تبدي قاسيم شراء مهدت من فيفا هير بار ملكت مقدرة بقيمة مليون سنطين إن شاء الله إن شاء الله إذن سؤالي الثاني اللي في هذا الحلقة يقول في أي عام هجري كان فتح مكة فتح مكة عاشر عام العاشر أكا قريب بس لكن خاطئة إجابة خاطئة 1400 ومعلي بيش قدها العام الهجري العام الهجري نبيع الإسلام أزال عايش 1400 هي هي ما عنديش فكرة كيجو عطينا كلمة للكاميرا مشاهدين رمضان كاريم إن شاء الله للقناتكم وربكم إن شاء الله في العون صاحب توركم طبعا صاحب توركم مبارك الله فيكم 13 هجري 13 هجري أنا ما متأكد؟ متأكد إجابة؟ خاطئة أوفر مراقنا إن شاء الله أعطينا كريم المشاهدين صاحب نظاكم وإن شاء الله أربي ينطل بكم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله في أي عام هجري كان فتح مكة؟ نيوة في العام الثامن الثامن والحدي عاشر أعطيني إجابة واحدة في العام الثامن 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 للهجرة أتأكد؟ إن شاء الله نيوة تأكد؟ نيوة تأكد؟ نيوة تأكد 80% 80% ماذا يقول الطفل؟ 100% 100% الطفل يقول لك 100% تبتوها الإجابة؟ إن شاء الله إذن الإجابة صحيحة الله يجب ربحت معنا قاسيم شراء مهدت من Viva Park Market مقدرة بقيمة مليون سونتيب أعطينا كلمة الفيفا وأعطينا كلمة المشاهدين أخي ما أقول لك كفيفا مني نهار جات تبارك الله سواء من ناحة الورقانيزاز أو من ناحة السيدي موجود في السمومات القاعدة ومشكرهم بزيف هم بزيف السيدي أرام قايمين بيه ونتمنع لهم إن شاء الله المزيد والنجاح إذن وحجي هكذا مبشرك بل يارك دخلت معنا تلقائي للسحب اللي راح يجرى فيليل السابع والشهرين من رمضان يوم الأحد للقاعدة إن شاء الله وممكن تضي عمره لشخصين إن شاء الله لا يججيكم إذن مشاهدين المتابعين كما عودناكم في كل حلقة راح نعرض لكم منتوج من منتوجات ترلوعات الرسميين لهذا البرنامج وانتوما تعطيوا لي اسم المنتوج السيعة تاعوا والذوق تاعوا تولوا معي أمليح قاعد في جعبتي سؤال في الثقافة العامة قاد في جعبتي قاسيم تراء أخرى بقيمة مليون سنطين مهدات من كاب دفر لطنة والسمك يلا راح نشوفوا ما هو السؤال وشكل راح يجاوب عليه تبعوني عميراب عميراب عندي لك سؤال في ثقافة العامة وإذا ربحت تدي معنا قاسيم تراء مهدات من كاب دفر لطنة والسمك بقيمة مليون سنطين بد Ventima لا تفضل إذن سؤالي للانهار اليوم يقول ما هو الطعام الذي لا يفسد أبدا العسل الطمر تومر بعطينيك إجابة واحدة العسل العسل كما تدرون س нужен طعام الذي غيره غيره نتأكد؟ نتأكد موس بالتأكد عن الجليسへ المئات من المئات من الجليس غيره ومن الجليس Legend إجابة صحيحة إذن الطعام الذي لا يفسده أبدا هو العسل طبعا العسل الحر وإذن نربحت معنا قاسيم شراء مهدات من كاب دوفر لطونة والسمك مقدرة بقيمة مليون سنطين تفضل أعطينا كلمة حاجة ويقولكم صحا رمضانكم وصحا عيدكم ربي يعود علينا إن شاء الله بالخير إن شاء الله العام الجاي إذن مبقى لي غير نقول لك صحاف طورك وهكذا ركت خاطلت معنا تلقائين للسحب اللي رح يجرى في ليلة 27 من رمضان يوم الأحد إن شاء الله وممكن تدي عمره لشخصين إن شاء الله ربي بارك فيك تحذر معنا إن شاء الله نحظر إن شاء الله إن شاء الله إذن مشاهدين المتابعين هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية العدد العاشر من برنامج جاو بتربح مع الهضار اليوم كانوا معنا ثث أسئلة على غير العادة سؤالين في الثقافة الدينية وسؤال في الثقافة العامة لكن قبل ما نختم حلقة اليوم دائما نذكر باسم الفائز أو الفائزة من التعليقات من الحلقة الفائتة اللي كانت عاشقة الغيم عفون اللي جاوبتنا على اسم المنتوج الصحيح السيعة تاعه صحيحة وتحصل التعليقتها على ما يقارب أو ما يفوت 2600 إعجاب وإذا أنتم ما حابين تفوزوا قاسيمة شراء مهدات من مشروبات بونا تاع اليوم ما عليكم غير تجاوبوني على المنتوج تاع اليوم الاسم تاعه السيعة تاعه والذوق تاعه أبقالي غير نقولكم صحة صحوركم صحة الله في روحكم والسلام يقدم لكم هذا البرنامج برعاية Viva Hypermarket بونا للمشروبات الغازية بونا ديما حضرة كاب دفير لمعلبات التونة كاب دفير يتمنى لكم رمضان كريم ترجمة نانسي قنقر